السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه كل سنة وانتوا طيبين النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل الجلاش على شكل عش البلبل هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهيبقى طعمه حلو جدا وخفيف هنجيب كده صانية نقول بسم الله وهندهن الصانية بالسمنة زي ما احنا شايفين كده هاخد بقى باقي السمنة دية هنحط عليها معلقة من البيكنج بودر او كيكشف المعلقة دي بتخلي الجلاش هش حلو جدا وهش كده وهندوب البيكنج بودر في السمنة كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض لازم نتأكد ان البيكنج بودر داب كويس جدا في السمنة هجيب بقى الجلاش طبعا بكون مطلعة من الفريزر علشان يكون فاكك كده من بعضه وهطلعه بالشكل ده وافرده هاخد لفة الجلاش وهقسمها نصين زي ما احنا شايفين كده هقسمها بالنص كده من النص واحطهم كده على بعضهم كده واغطيها بكيسوها كمان هغطيها بالفوتة علشان ما ينشفش وانا بعمل زي ما احنا شايفين كده هجيب بقى اي حاجة عندي تكون يعني زي العصاية كده انا خدت كده من بتاعة الشماعة هدهن اول ورقة كده بالشكل ده واغنيها نصين واجيب بقى اللي هي الشماعة دي وهلف عليها الجلاش بالشكل ده وبعدين كشكشها كده واعملها على شكل دائري كده واحطها بخلي الحتة اللي مفتوحة نحية الصانية من علشان ما تفكش مني واعمل واحدة تاني بالشكل ده ادهنها وعملها نصين وبعدين ألفها كده على اي حاجة كده عصاية عندي ممكن ان عصية الشيش توق واروح حطها بالشكل ده بعد ما بخلص الكمية كلها بارجع عليها بالسمنة بدهنها سمنة كده من فوق الوش وبعدين بحط بقى اي نوع مكسرات عندي في النص وبدخلها على درجة حرارة 250 في الرف الاوسط ما بتاخدش نص ساعة او ارتلت ساعة وبتطلع بالشكل ده اول ما تحمر وبعدين بسقها بالشرباط الشرباط ده بيكون مش يعني مش خفيف علشان ما تعجنش وطبعا الشرباط بتحطيها على زي ما انت حابة يعني ممكن تخلي الكمية مش كتيرة لو انت مش بتحب السكر كتير وبالفة هنا وشفة ان شاء الله الوصفة تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة اشوفكم على خير باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا